هل حضرتك شعرت أو أي واحد من الشعب المصري الذي يشاهد هذه التغطية هل شعره بأي خلل أمني مفيش لجريمة ولا أياً كانت هذه الجريمة ولا كانت نوعيتها إيه ولا ازدحام مرور لعلم ساتك مفروض نحن بوسط الأسبوع والدنيا ما شاء الله لعلم ساتك أنا لم أصوت إلا الساعة أربعة ونصف اللي هو بعد العودة من الإستراحة أو مبشرت أحضرتك لسه الحبر فرش يمكن كمان ويمكن ما تم الإشارة إليه في المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بن داري أشار إلي أن كل الشكاوى اللي وردت لله ازدحام 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 ما فيش أي مشاكل خروقات ولا طبهوا الازدحام بيجي إزاي ناس كتير عايزة تأدي الواجب والحق وده يخدني السؤال بقى مهم إحنا كنا في أول يوم في الساعات الأولى بندعو وبنحث المواطنين على نزول دلوقتي إحنا بنتكلم على كثافة وزحمة في حصل إيه اللي حصل في إيه اللي حصل للشعب المصري؟ هو اللي حصل الشعب المصري عرف التسهيلات دي والتيسيرات دي وابتدينا كلنا نقول إعلاميين أو أساتذة قانون أو صحفيين إن حق الانتخاب حق بس الحق تؤدي أو لا تؤدي زي ما أنت عايز بس ده حق من نوع خاص أنا تسألت سؤال ده من برحمة ابني قال لي يا بابا هو بس هو لسه لم يحق له تصويت فهو حق يعني لازم يعني يبقى فيه غرامة ولا هو واجب قلت له هو حق في إطار الواجب الوطني وهي دي حق داخل واجب وطني بالظبط لذلك يا دكتور إحنا لما بنقول للطلب حق لك وواجب عليك حق من نوعا خاص بالظبط إنه حق لكن الغلاف التاني ليه أنه واجب وطني تبقى للمدة 87 من الدستور فإذا كان الحق ده وفي ذات الوقت واجب لا ده يبقى لصالح الوطن بالظبط وإذا كان من حقك أن تسائل وتحاسب فمن حقك أن تستغل سأحقك وتشارك